مرحبا أصدقائي وإياكم حارة المهندس اليوم رجعنا وإياكم بعرض مميز مثل ما تشوفون أمامكم المنظر العرض راح يكون في منطقة عالية في مدينة إلانية في منطقة بيكتاش هذا العرض لشبه فيلا طبعا مثل ما راح نشوف في هذا الفيديو 3 زائد 1 مساحة بين 190 إلى 200 متر طابقين مع مصبح منفصل مصبح خاص معكم ومع الفلا اللي بصفكم طبعا هذا العرض هو لفلا واحدة لكن بإمكانكم تشترون الفلتين لأن الثانيات المعروضات للبيع وراح يكون سعرها متضمن الجنسية التركية يعني من راح تشترونه الثانيات راح تحصون على الجنسية التركية أما في حال شتريتوا بلا واحدة فما راح تحصون على الجنسية التركية لكن هو السعر مالتها مناسب راح نذكر أكيد في نهاية الفيديو مثل ما قلنا مساحة 190 إلى 200 متر كذلك 3 حمامات وفيها بالكوم فيها حديقة فيها قراج خاص في منطقة بيكتاش تقريبا عن البحر 4 كيلومتر على السنتر والقلعة تقريبا 5 كيلومتر وهذه المنطقة معروفة للناس اللي موجودين فيها الآن منطقة راقية فيها فيلل وفيها مستوى راق من الناس هسا راح نروح نشوف الفلة راح نروح نشوف التفاصيل بس بالبداية استمتعوا بهذا المنظر وخلونا نروح نشوف الفلة وهسا راح ندخل مثل ما تشوفون هنا هذي الرابط كافي اللي هي أشهر كافي هنا طبعا البحر أمامكم هسا لأن وقت غروب ممكن 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 مبين طبعا هذا المدخل هلتكم هنا مدخل خاص بيكم اللي هو قراج هنانا السيكوريتي ما للفلال كذلك هادكم هذا المسبح الخاص بيكم فقط الفلاتين هسا اللي راح نشوف لكم إياها طبعا هو العرض في هذا الفيديو وهو فيلا واحدة لكن بإمكانكم تشترون الفلتين وتحصلون على الجنسية التركية طبعا الفلتين بنفس السعر هسا راح ندخل من هنا هشوفكم طبعا تشوفون المنظر أمامكم منظر مفتوح هاليا وقت الغروب وهذا هو هنانا الرابط كافية أشهر كافية موجود في مدينة ألانيا وتشوفون ديشي القلعة اللي هي أبعد شيء طبعا هسا راح ندخل نشوف طبعا هنا لاتكم حديقة خاصة بكم كذلك تقدرون تشوف كل شي تقدرون تشوفون هنا يعني تشوفون الهدوء وهي المنطقة كلها منطقة فيلل هذا المسبح كذلك مثل ما قلنا خاص فقط بالفلتين مالاتكم هسا راح ندخل للشقة طبعا الشقة مثل ما قلنا ثلاثة زائد واحد هذي الأولى الفيلة الأولى هذي الفيلة الثانية تونز يعني وحدة خلنا نقول توأم فيلل فراح ندخل هسا ان شاء الله ونشوف هذي الشقة أول شي ساب الطابق الأول اللي هو الطابق الأرضي عدنا هنا نحن عدنا هنا مغزن هذا المغزن ممكن تحطون به شغلات و عدنا هنا تشوفون هذه الصالة أمامكم طبعا الفيلة متروكة لأنه لا تساكن بها فتشوفون هذه المساحة مع الصالة عدنا على اليسار الحمام اللي يكون تحده طبعا حمام متوالية سراح نشوفكم مساحة الصالة هذي مساحة الصالة الكلية مع المطبخ الأمريكي هذي أمامكم طبعا الباب أيضا مثل ما قلنا نطلعكم على شوفون أمامكم المنظر شوفون سراح نصعد للطابق الثاني نشوف باقي التقسيمة للغرف اللي موجودة بالطابق الثاني طبعا جوا هذي مثل ما شفنا الصالة والمطبخ والطابق الثاني أيضا هذي سراح نصعد اللي هو باقي الغرف شوفون التقسيم ما للغرف هنا هذي الغرفة أولى الثانية هذي حمام رئيسي وهذه الغرفة الثانية دعنا نبدأ بالغرفة اللي تكون بالظهر هذه الغرفة هي ممكن تكون غرفة نوم أطفال يعني غرفة مساحتها لا بأس بها طبعا هنا لدينا الحمام الرئيسي مال الشقة تولية تشور ومخسلة قدنا هنا غرفة نوم أيضا رئيسية شوفون أمامكم هذه مساحتها وقعدنا هنا أيضا غرفة لا هذه اللي هي غرفة النوم الرئيسية هذه كانت الغرفة النوم الثانوية بها باب على البالكون كذلك بها ماستر روم يعني هذه الشقة بها ثلاث حمامات وكذلك بها ثلاث غرف وصالون ومطبخ أمريكي طبعا تشوفون مساحة جيدة وأكيد الشقة غير هذا الأثاث يعني مو أثاث فتشي مميز قدرون أنتم أكيد تأثوها بالشيء اللي يعجبكم وأحلى شيء هو هذا أمامكم شوفون هنا منظر البحر أمامكم كذلك المدينة من هذه الجهة والمنطقة جدا وهي معروف هذه المنطقة بالبلل وهذه الأمور هذه مثل ما قلنا الحديقة مالتكم كل هذه المساحة مالتكم ومال هذه البلة الثانية اللي هي التوأم مال هذه البلة دعونا نذهب للبالكون من هذه الجهة أو نذهب من الجهة الثانية طبعا أجهزة تبريد موجودة في كل الشقاق في كل الغرف وكذلك كان هناك أيضا إذا تشوفون على مال سطح المدخل وحسا ندخل ونرى البالكون اللي هو شيء جدا مميز هذا مساحة البالكون أمامكم وتشوفون المنظر المفتوح من هذه الجهة منظر المدينة مدينة ألانية هنا الجبل وكذلك يعني تشوفون الغروب والشمس الشمس طبعا تشرق من هذه الجهة وتمشي على طول اليوم توصل هنا فحسا نرى تفاصيل هذه الشقة كذلك السأر لهذه الشقة إن شاء الله ومثل ما شفنا في هذه الشبه فيلا واللي هي فيلا توين مع فيلا ثانية طبعا هذا العرض هو لفيلا أو تقدرون تقولون شقة كبيرة مساحتها بين 190 إلى 200 متر مربع أكيد الشقة طابقين ثلاثة زائد واحد ثلاثة حمامات فيها كذلك فيها بالكون فيها حديقة وفيها مسبح خاص مع الفيلا الثانية طبعا هذه واقعة في منطقة بيكتاش اللي هي تعتبر المنطقة الراقية بالفيلا مثل ما تشوفون أمامكم البحر كذلك منظر المدينة يكون من الجهة الثانية ويعني هنا الهدوء معروف والناس اللي ساكنين هنا أغلبهم من الطبقة الراقية طبعا هذا العرض هو فقط لهذه الفيلا طبعا تقدرون تشترون الفيلا الثانية أيضا وتحصلون على الجنسية في نفس الوقت لأن ثلاثة معروضات للبيع عدكم مسبح خاص عدكم قراج خاص عدكم سيكوريتي كل هذه الأمور شفنا الشقة الشقة طبعا غير مؤثثة فقط أجهزة التبرد تقدرون تعتبروها من الأثاث بيها منظر حلو بيها واجهة حلوة كذلك فيها هدوء للناس اللي يفكرون يجون هنا يرتاحون ويبتعدون عن صخب المدينة طبعا تبعد عن البحر تقريبا أربعة كيلومتر كذلك عن السنتر تقريبا أربعة إلى خمسة كيلومتر ومثل ما شفنا التفاصيل من هذه الشقة السعر المطلوب بها هو 115 ألف يورو يعني هذا السعرها أكيد هو قابل للتفاوض مع صاحب الشقة عندما تتفضلون لكن السعر المعروض هو 115 ألف يورو لهنا أنا أتمنى إن شاء الله أعجبكم هذا الأرض أكيد هذه المنطقة راح تكون منطقة جدا ممتازة للناس الكبار بالعمر اللي هم يريدون يرتاحون ويتمتعون في جو ألانية طبعا هنا أنا أيضا ملاحظة أضافية الجو يختلف عن ما تكون أنت قريب على الساحل هنا الجو يكون أنظف شوية وكذلك أبرد يعني فرق درجتين ممكن يكون خليكم متابعين هذه القناة إذا عدتكم أي سؤال استفسار تقدرون تتصلون معي أنا على أحد الأرقام الموجودة كذلك تقدرون تكتبون بالتعليقات وإن شاء الله نجعبكم عليه نشوفكم يا ربي بالفيديو الجاي وفيما الله ترجمة نانسي قنقر